يقول أبي قاس جداً معي لا يحبني هل إذا كرهته أو لم يخدمه علي شيء نعم يعني هذا من الأمور التي يعني يغنسها الآباء في نفوس الأبناء يعني الأب إذا لم يحترم ابنه ولم يقدره ولم يعتني به وأهمله ستكون العاقبة هذه أن الأبن يكره الأب ولا يحبه ولا يحترمه ويتمنى موته وغير ذلك من الأمور فهل أبان يتقوا الله في أولادهم وعلى الأولاد أيضاً يتقوا الله كون الأب أخطأ لا يعني أنك تخطئ هو له حق عليك ولك حق عليك كونه قصر في حقه لك لا يدل لك أن تقصر في حقه عليك فعلى الأبن أن يتق الله في والدي كونه لا يحبه هذا يعني أشياء هذه يعني قلبية هذا ما نلومه عليها ولكن المعاملة يتق الله في والده والله المستعد